وفي ملفنا الخاص رحلة من دون عودة تلك هي حكاية النساء والفتيات الأوروبيات اللواتي يحزمنا حقائبهن باتجاه سوريا للانضمام إلى داعش وبخلاف المعتقد السائد عن تنظيم الدولة فإن هؤلاء النسوة يطمحنا بدور قتالي ومشاركة فاعلة في العمليات وليس فقط في زوج داعشي ليخرجنا من فوب جهاد النكاح إلى الشراكة في التطرف قصصهن تبدأ بالهروب نحو جنة الجهاد التي يتخيلون وتنتهي بمحاولة الهروب من جحيم إرهاب اختبروه أوروبيات تركنا بيوتهن ودراستهن ومستقبلهن من أجل أن يصبحن عرائس للجهاديين وأمهات لأبناء المجاهدين أكثر من 550 سيدة أجنبية تتراوح أعمارهن بين الرابعة عشر والستة وعشرين قطعنا طريقا طويلا للانضمام إلى تنظيم الدولة في العراق وسوريا مواقع التواصل الاجتماعي الفخ الذي يقعن فيه فتغريهن المغامرة وينجذبن إلى تصور مثالي عن الواجب الديني وإحساس الأخوة التقيت بعائلة كان لديها ابنة شابة تملك حسابين على موقع فيسبوك أحدهما رسمي والثاني باسم المستعار وكانت تضع عليه صورا وهي محجبة وتتواصل من خلاله مع بعض المسلحين المتطرفين عندما شعر أهلها أن لديها ميولا متشددة حاولت تغيير مظهرها وطريقة عيشها هناك عدد من المراهقات اللواتي خدعنا أسرهم بعد أن يجذبهن الحماس لإيديولوجيا التنظيم المتشدد يصلنا سوريا والعراق وتبدأ مهامهن الخطيرة بالتبلور المهمة الأولى الزواج أو الإنجاب من أحد عناصر التنظيم أو ما يعرف بجهاد النكاح ومن ثم ينشطن في مجالي الدعاية والتجنيد عاملات على استقطاب غيرهن رومانسية سرعان ما يبددها واقع حياة عروس الجهاد فتبدأ المهمة الأصعب عبر تجنيدهن لحمل السلاح والمشاركة في القتال بعض الأشخاص لا يفهمون عندما يرون صديقاتهم يغادرن ولكن عند رؤية صورهن في مكان الحرب يحملنا السلاح ويرتدين الملابس العسكرية ويضعنا تعليقات يدعين فيها أنهن حسن على الاحترام والتقدير ويتقضين رواتب عندها قد يرغب البعض باللحاق بهن الحياة في كنف تنظيم الدولة وباقي المنظمات الإرهابية بعيدة إذن عن الصورة المثالية التي تراها النساء عبر الإنترنت وتحقيق حلمهن الذي يبدأ بما بات يعرف بجهاد النكاح سرعان ما ينتقل إلى غسيل دماغ ويتحولنا إلى انتحاريات فيدخلنا في رحلة لا عودة منها معنا الآن من تونس رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيولت داغر سيدة داغر مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كثير من المعلومات المهمة التي وردت في هذا التقرير ولكن اللافت أن هناك زيادة في أعداد الفتيات الأوروبيات اللواتي يلتحقنا بتنظيم داعش على الرغم من الحملة العسكرية المستمرة والحملة الدعائية والإعلامية وكل هذه الأمور كيف نفسر أن هناك مازال فتيات ينضممنا إلى هذا التنظيم وبشكل متزايد سيدي هناك في الواجهة حملة كما تسميها ولكن في الخلفية هناك حض على الذهاب إلى هذه المنطقة لأن المشروع حتى كلينتون تكلمت به وقالت أنه كان سيعلن تعلن الدولة الإسلامية في 2013 في تموز 2013 ولكنهم تفاجأوا بالانقلاب الذي حصل في مصر وغيره من هذا يعني لو قرأنا ما يكتبون نحن نعرف ما يخططون من طرف مين رأيك سيدة داغر؟ في تلك المنطقة بالنسبة للداعشيات اللواتي يذهبنا إلى طبعا عندما تكون داعشية تذهب ليس لجهة النكاح وإنما للقتال فهي يكون لها قيمة أكبر بعيونها بعيون محيطها بعيون أيضا من يريد استقطابهم لتلك المنطقة لأنهم يحتاجون للكسير والكسير وطبعا الرجل عندما يأتي ويعرف أن هناك داعشيات أيضا يحملنا السلاح فهذا له قيمة أكبر إلى جانب يعني يمكن أن يكون يكون طعما لهؤلاء الرجال أيضا لحظهم على الذهاب إلى سوريا والعراق والمنطقة وأعتقد أن على كل حال هني موجودة يعني هنا كتبة خنساء تسمى كتبة خنساء في داعش موجودة وهناك عدد من النساء اللواتي ذهبنا الأوروبيات إلى هذه المنطقة هنا يحاربنا بالتأكيد جهاد نكاح هو أخذ رواجا أكبر لأن العدد الأكبر ولكن نحن نعرف أن هناك على الأقل 10% من الأوروبيات والأمريكيات والأسراليات وغيرنا اللواتي يذهبنا هنا ينضمن يعني هنا نساء فليس الكل هن يحصلنا على نساء أيضا عربيات للأسف بالقوة وبالغلبية ولكن لو ذهبنا إلى الدين الحنيف هل النبي محمد كان يقول بالجهاد القتال؟ لا أبدا عندما سألته عائشة عن الجهاد فقال لها هو ليس جهاد القتال هو جهاد الحج والعمرة إذن كيف لهم أن يقنعوا الناس بأنهم هم يدعون سيد داغب دعني أسلك أيضا عن بعض ما وردت في هذا التقرير لافت أيضا أن التقرير يتحدث عن أن أعداد بنات العائلات ميسورة الحال تتزايد وأيضا أعداد اللواتي يعني الحاصلات على تعليم جيد يعني البعض قد يسيء الظن ويعتقد بأنه من يقع فريسة لهذه الجماعات هن النساء اللواتي لا يملكنا التعليم ويأتينا من بيئات متواضعة وبيئات محتاجة وبيئات فقيرة ولكن التقرير يشير إلى عكس ذلك تماما كيف نفسر ذلك؟ نعم ربما لا يسر إلى عكس ذلك نحن نجد أن هناك من يعني ذهبت لمغامرة من ذهبت لأنها تحلم بزواج بمجاهد لأنها تحلم بأن تذهب إلى الجنة وإذا ذهبت وقتلت أو قتلت سيكون نصيبها الجنة وغيره ولكن هناك أيضا من يذهب عن علم السابق علم وإصرار ومعرفة بما يحصل وهناك من يذهبنا أيضا لكفاءتهن ومهارتهن إن كانوا رجالا أو نساء لأن هذه الدولة التي تتمدد بحاجة أيضا لكفاءات كبرى من كل الاختصاصات وهناك من الرجال كما من النساء من بات يذهب باختصاصات ومهارات جيدة جدا لأن هناك أيضا تمويل أنت تعرف التمويل الكبير الذي يغررنا به أيضا وهناك من لإيمان لإيمان على أساس أنه يقوم بعمل من أجل الجهاد في أرض الإسلام وإلى آخره وهناك من يحلم لديه مغامرة يريد أن يعيشها وهناك أيضا من يغرر به ولا يعرف إلى أن يذهب ويكون عنده مشاكل عائلية اجتماعية نفسية في يذهب ويخرج من بيته لأن هناك صديقة أو لأن هناك مواقع تواصل اجتماعي أظهرت له أو أعطته صورة ما جعلت منه يذهب طعما أكان رجل أو إمرأة أول لكن نحن نتكلم عن النساء الآن فطبعا المرأة التي تذهب للنكاح السمعة ليست بنفس الجمالية للمرأة التي تذهب للقتال من أجل دولة الإسلام فلهذا ربما يجب أن يكون الآن في تحشيد ولكن عبر هذه الزاوية لأن يكون هناك أكثر عدد يذهبنا لهناك الواقع الذي تعيش هؤلاء النسوة في سوريا أو في العراق ما كان تواجد داعش هو واقع قاسي وواقع ربما يختلف إلى حد كبير عن ما هو متوقع من قبل هؤلاء النساء ألا يؤثر ذلك سلبا عن المجندات الجدد اللواتي يفكرنا في الالتحاق بداعش في المستقبل برأيه نحن نسمع من يتكلم عن هذه التجربة وعن ما حصل معه ولكن ما تأثير ذلك هل سيخرج ما حصل معهم فيما بعد نحن نعرف عندما ذهبوا ولكن لا نعرف عندما عادوا هل هناك على مواقع التواصل الاجتماعي حديث كافي عن التجربة التي خاضوها أو خاضنها هل هناك انتشار لهذه المعلومات كي لا يمنع ذلك الآخرين من الزهاب أنا أعتقد أن المسألة ليست مسألة تقع في شركات صغرى أو أطراف يغرر بها وإنما هي مسألة بأموال كبيرة ضخمة ترصد لها وبوسائل هناك أهداف استراتيجية لهذه الدولة الإسلامية ولمن يخططوا لهذه الدولة الإسلامية إذن هم يضعون كل ما يجب من أجل أن يجندوا الألاف ونحن نعرف أن العدد كبير جدا من الذين ذهبوا وذهبنا إلى العراق والسوريا وغيرها الآن لأن المعركة مستمرة ولأن المخطط ما زال سائر لا نعرف إلى أين وإن سيتوقف في أي وقت وكيف وبأي طريقة ولكن ما زال بحاجة لتجنيد وما زال بحاجة لعناصر جهادية إن كانت نساء أو رجال وأعتقد أن هناك نساء كثيرات يذهبن للمغامرة وللمعرفة ما سيحصل وهناك منهم مؤمنات كما ذكرت سابقا وإن موتنا فهذا سيذهبنا إلى الجنة إذن هناك مسائل كثيرة تدخل في هذا الموضوع إلى جانب كما ذكرت أن هناك مشاكل نفسية أحيانا كثيرة وهشاشة فكرية تعاني منها البعض من أجل ذلك ربما يكون هذا الملجأ لها هو مسألة مهمة وعليها أن تخوضها شكرا لك يا سيدة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت معنا مباشرة من تونس